أهلا للغزالة الجالي كديري لبساليكم جاءت لكم النوفي الفيديو إن شاء الله تلقاكم في أحسن أحوال وأحسن الظروف وتكونوا أليز في حياتكم إن شاء الله رحمة الرحيم سوف نبدأ على بركات الله إن تاختوا سيدخان سوف نضيف واحد جود البيضات اللي سيكونوا أكيد في حرارة المطبخة البنات سوف نضيف قبيصة الملحة اللي تعودنا عليها كتتصحح لنا الضوغ سوف نضيف واحد خمسة المعلقة دي السكر ساني دا البنات مهم غدي نضيف واحد الفاني شاسية دي الهكا دي الفاني بعد غنضيف خمس ملاعق دي الزيت مهم البنات هذي واحد الطبقة اللي غدي نضيفها هي الأساس دي الاطاخت دينا نضيف واحد المعلقة دي الخل وشاسية سكر الفاني وخمسة المعلقة دي الفورس أكيد البنات كيف قلت لكم هذي غا تكون هي العباز دي الاطاخت دينا سوف نخلطو هاد الشي ما غديش نضيف الخميرة حيش احنا بغينا غير غير واحد نعمل ما البنات اللي بغيتو تديرو هنا لبيسكويت تطحنوه يمكن لكم تطحنوه و تديروه بلاس هاد الكيك متاه هاد الكيك كدير رائع و كدير زوينه و مهم خمسة اقتصادية في نفس الوقت يعني لكن متوفر عندك وشي في البيت رمزيانة سفي خمسة المعلقة هنا ديال الطقيق اللي كن نغرب لهم أكيد بطبيعة الحال سوف نضرب جمزان بحلقة تديروه يا جميع ديال المقادر مع بعض وغادي نديروه في حد المول كيف غادي نتوفو ان شاء الله غادي ندهنو بزويتا وغادي ندخلوه للفران ان شاء الله الرحمن الرحيم وحنا على بركة اللهم بعد ما شديد امول كيف ما كان البنات مهم ما راحش اش يمنى غدا طيب غادي نفردوها دهنتو هكا بزويتا وصبت فيه تاك الخالي ديالي ما غاديش ندي الخميرة حيش انا ما غنحتاج لاتنفخ ليه لوالو ففي غادي ندخلها الطيب ورش عليكم هادي الأثناء حبوباتي اخديت مية جرام ديال الزبدة زبدة حيوانية ولا زبدة البواطة ماشي زبدة ديال التوراق البنات ودرتها هكا هنا كالدوبلي غنخلاح تتحرق شوية وتولي زبدة نوازات حبوباتي غادي نخلاح تولي اللون ديالها ماغن او بوني وغادي تولي طلع منها واحد رائحة غزالة كتولي يعني يعني برد نوازات ولا الزبدة نوازات كلو شنو كيسميها سوف البنات غادي نخلاحها ككيف كتلكم تتاتو اللي ليا ماغن وانا نقص البوطة اكيد وغادي نتطلع منها واحد رحزوين وانطفالها وبالنسبة للكريمة غادي ناخد هنا ثلاثة الحامضات البنات اللي غادي نعصرهم غادي جيني واحد نصف كس ديال الحامض نصف كس عصير الحامض كنديرو بفاد لابا غاي كتعصروا اليمز يعني لما عندكم تيمكن لكم استعملوا اي حاجة في العصير كنستمر بحالكة لبنات في العصير صدقوني هاد لطاقة جزوين ودب الحامض موجود وزعما بتمان مناسب يعني يستغلوا الفرصة ووجدوها لعائلتكم حبوباتي اخذي بتكز بيتها من بعد ما دعبت لنا اضفت فيها جوج مع لقليل الحليب المركز المحلى اللي ان شاء الله سوف نصابه معكم في القناة بوصفة سهلة وناجحة سوف نحك فيها شوية القشرة الصحامض ونحطها على جانب حبوباتي هنا الكاك مباتة عندما خرجتها من الفران سوف نضيف لها الزبدة مع حليب المركز المحلى والنسلي والقشرة الصدقوني كتعلقها وكتلق فيها واحد البناة الرائعة مع الزبدة النوازات كتكون بنينة البنات سوف نجمعها مزيان ونخدمها كبت حتى تجانس لي مزيان مع الخليط اللي قبيت عليها سوف نقوم بعمل بحلقة او او اي مو اللي قبطة او او اي مو اللي قريب سوف نجمعه سوف نقوم بحلقة نتراسي تحت واتحت وارجع معكم اكيد حبوبات ندرها بعدها في تلاجة الغزالة نجد الكريمة نجد الكريمة نضيف الحامض نضيف الحامض نجد الكريمة نجد الطريقة ورقة جيلاتين نضيف الحامض أضيف الحامض نضيف الحامض نضيف الحامض من الحامض نضيف الحامض مفادة سوف نضيف الخامض نضيف جيلاتين نضيف جيلاتين نضيف جيلاتين نضيف جيلاتين نضيف جيلاتين هلا حبيبي هلا تخت جات رائعة و جات بنينة مع داك الحلاوة والحمودة و داك اللو قد نوازات منعوت لكم مهم اكيد الى اعجبكم الفيديو ما تنسوش تبخطجوهم على فمي و لزمي و ما تنسوش بلايك و غادي نقطع لكم منها باش تشوفوها انا قطعت واحد المغسولة غامشي ناكلو كرو فيزو الفيديو الجاي ان شاء الله نتمنى هاد الفيديو نالاعجب دينكم الى فيديو الجاي باي اشتركوا في القناة